السلام عليكم ورحمة الله بركاته الطلاب الاعزاء السادة اولا الامور الصف الثالث الاعدادي اهلا بيكو النهاردة مع الفصل الخامس من قصة بلاك بيوتي ومعنا العنوان يعني حياة سائق تاكسي حياة سائق تاكسي اجرة صفحة رقم تلتمية تسعة وتلاتين من الكتاب الخارجي المعاصر زي ما احنا متعودين عندنا هنا يا جماعة هنقابل زي ما في الصورة اه جيمي باركر جيمي باركر اللي هو اشترى بلاك بيوتي وآآ عندنا بولي زكته وعندنا هاري هسان ابنه وعندنا دولي بنته دي طبعا وفيه كمان نسي نقول برضو هنا فيه هنا كابتن حصان اسمه كابتن ده الحصان اللي بيمتلكه اصلا اه جيري باركر عنده في البيت طب نقرى كده الاحداث يا جماعة ونشوف بالراها بلاك بيوتي يا جماعة بيحكينه وبيقول طبعا لما جيمي باركر اشترى الحصان بلاك بيوتي وبدأ يعني ينطلق بي من السوق الى البيت بلاك بيوتي بيحكي بيقول ان الملك الجديد بتاعي اللي هو جيمي باركر ادياني فود ادياني طعام قبل ما يقودني لكيلومترات طويلة باتجاه لندن الجو كان اخذ في الظلام كان عمال بيضل and the lights were on in the streets وكانت اللمض اللمبات او الاضواء يعني كانت يعني بتنور في الشوارع when we arrived in the big city لما وصلنا في المدينة الكبيرة طبعا مقصود بالمدينة الكبيرة هنا لندن طبعا هنا بلاك بيوتي يا جماعة بيحكي الموقف كله من اول ما تم شراء والغاية ما وصلوا للبيت بتاع جيمي باركر there were streets to the left and streets to the right كان فيه شوارع على يمين وشوارع على الشمال and i thought we would never arrive اللي دراك ان انا ظنيت يعني من طول المسافة يعني واتساء الطرق والشوارع ظنيت ان احنا مش هنوصل finally however ولكن في النهاية my owner gave a call في النهاية يعني هنا يعتبر لما وصل البيت يعني قاعد يندها ادنادها كده للبيت and a door opened الباب يتفتح in a small house باب بيت صغير يتفتح الباب a woman and two children run out قامت خرجها واحدة ستة وخرج طفلين اتنين طبعا دي هنا الزوجة والطفلين بتوع جيري باركر is he gentle father called the girl البنت البنت يعني بتقول لبواها على الحصان is he gentle هل هو رقيق الله yes he is as gentle as you are الله هو جنتل رقيق ولطيف زيك come and say hello he said طبعا الاب بيقول تعالوا يلا وحيو يعني حيو الحصان الجديد اللي هو بلاك بيودي let me get him some food and water said the woman المرأة طبعا الزوجة عطوفة جدا اللي هي عطوفة جدا لدرجة ان هي قالت دعني اجيب له طعام ووطر ومية the woman said the woman and the eye was taken into a comfortable stable بلاك بيوتي بيقول ان انا تم اخذي يعني اخذوني يعني لإستبل مريح i think i'll be happy here i thought بلاك بيوتي بيقول اعتقد ان انا ها اكون سعيد هنا يعني في هذا البيت ومع هذه الاسرة السعيدة صفحة 340 يا جماعة my new owners were called Jerry and Polly الملاك بتوع الجدود كان اسمهم Jerry and Polly طبعا جري ده المستر جيري اللي هو اشتريه وPolly الهازوغة and their children were Harry and Dolly والاطفال Harry and Dolly Harry الولد وDolly البنت who were aged 8 and 12 اللي كان عمرهم 8 و12 على التوالي طيب they were all very happy people كانوا ناس كلهم سعداء Jerry owned a taxi carriage Jerry كان عنده كان بيمتلك يعني تاكسي اغرا طبعا اغرا هنا بيقرال حصان يا جماعة and another horse called captain وكان عنده حصان تاني اسمه captain the next day في اليوم التالي captain went out with the taxi carriage خرج captain اللي هو الحصان captain في الصباح يعني تاني يوم in the morning في الصباح then it was my turn وبعدها جيه دوري في فترة ما بعضها الظهيرة يبقى كان جيري بركر بياخد الحصان بتاعه captain في الفترة الصباحية لكن كان بياخد بلاك بيوتي in the afternoon بعد الظهر طبعا هو راجل يا جماعة بيحب يريح الهورسز بتاعه وبيحب انه هو ما يخلهمش مرهقين ولا ثعبانين ومهتمد جدا بيأكلهم وشربهم لذلك بلاك بيوتي يا جماعة قضى فترة ممتازة جدا فترة يعني هادئة فترة مريحة جدا جدا مع هذه الأسرة السعيدة جيري كان سوا ممتاز جدا يعني في قيادة الخيول and was very kind to me وكان عطوف جدا وطيب معايا بعد كده بلاك بيوتي بيستكمل كلام وبيقول he took me to a wide street هو أخدني لشارع عريض شارع واسع where there were big houses حيث كان في بيوت كبيرة and shops ومحلات برضو كبيرة filled with food مليانة أكلوا مليانة ضعام there were many other taxis outside the shops خارج المحلات ديت كان موجود في مجموعة من التاكسيات طبعا تاكسيات ديت منتظرة خارج المحلات عشان منتظرة طبعا الزباين waiting for passengers يعني منتظرة الركاب the other drivers said في بقى سوائين تانين لما شافوا بلاك بيوتي مع جيري باركر طبعا حيوه وبعد كده ايه قالوا بقى ايه واحد منهم قال he is too handsome to pull a taxi واحد من الساقين دول قالوا ان الحسن دوت too handsome يعني رائع جدا واسيم جدا يعني من وسامته يعني ما يستحقش ان هو ايه يجر يجر السيارة تاكسي او عربية تاكسي لان هو سيم جدا على كده يعني well said Jerry Jerry طبعا ابتسم كده حسنا اه i soon find out won't i اشوف كده الموضوع دوت اه ليس كذلك then the owner of the taxi of the taxi business came over بعدها ايه المالك بتاع اه السيارات التاكسي مشروع سيارات التاكسي جيه هو كان عبارة عن راجل طويل كده a tall man called mister grant كان اسمه mister grant he studied me بلاك بيوت بيقول قاعد يفحصني كده الراجل دوت لو مستر جرانت قاعد يفحصني as if he wanted to buy me كأنه كان ايه عايز يشيريني then he said وبعدها قال he's a good horse ده هو حسن كويس he will do well for you Jerry ده هيعمل معك شغله كويس يا Jerry صفحة 341 the first few days of pulling a taxi were difficult بلاك بيوت بيحكي عن اول ايام ليه في الشغل مع جيري باركر بيقول ان كانت اول ايام من ساحب العربة كانت ايام صعبة علي I didn't find it easy in London انا لم اجد سهولة في London there was so much noise طبعا لندن بالنسباله في البداية يعني كانت عاملة مشكلة لان كان في ضوضاء كثيرة جدا هناك and so many people وطبعا زحمة جدا فيها ناس كتير قوي it was difficult to find my way between all the other all the other carriages يعني كان من الصعب جدا علي ان انا اجد سكتي اجد طريقي يعني في السير يعني اثناء السير ما بين العربات الاخرى but in time but in time I began to trust جيري and I stopped worrying لكن مع مرور الوقت انا بدأت ان انا اثق في مستر جيري وتوقفت عن او خلاص يعني يعني توقف عند الشعور بوارينج بالقلب at the end of the day بلاك بيوتي وكان شغال اه يعني كويس جدا جدا وياه كأنه ولد كبير كأنه ولد كبير في السن يعني يعني بيدل على مدى اهتمام وعناية الولد بلاك بيوتي and the poly and dolly والزوجة والبنت اللي اسمها dolly برضو also came to see me often كانوا غالبا بيقول ايه يطمنوا علي ويشوفوني جيري was the best owner I've had هنا بلاك بيوتي يا جماعة بيعترف بيقول ان جيري مستر جيري دوت احسن مالك له في حياته كله جيري was always kind to me كان جيري دايما ايه اه عطوف ويايا طيب معايا but he was not always happy with his passengers لكنه مشكلته بس انه هو ما كانش يعني سعيد بالركاب اللي معايا طبعا عنده الركاب سعيد بيديقوا يعني الزباين بيديقوا صاحب العربة طب one day في يوم من الايام بقى ده موقف هو one day two young men came out of a hotel فيه خرج مرة كده خرج شابين اتنين من فندق and called him over ونادهوا على جيمي باركر طبعا عايزين تاكسي المهم hi hi taxi driver ايوا يا سواء we're late for our train نحن نتاخرين على القطار بتاعنا hi taxi driver we're late for our train go as quickly as you can so we can catch the one o'clock train يلا سوء كده بسرعة 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 ما يمكنك علشان عايزين نلحق القطار بتاع الساعة واحدة عايزين نلحق القطار الساعة واحدة جيري بكل سيقة كده وقال لهم انا هاخدكم ولكن بالسرعة المعتادة بتاعتي another taxi driver heard him and called out في سواء تاكسي تاني كده اسمعهم سمع الحوار دوت اما قاعد ينده على الشابين اتنين وقال لهم i'll go fast for you انا هاخدكم ايه بسرعة قوي he want to go fast because he loves his horse هو على جير يعني مش هياخدكم لان مش ياخدكم بسرعة يعني ودوكم بسرعة لانه هو بيحب الحصن بتاعه او the men laughed طبعا الشباب دول قاعد يضحكوا قوي فيها نوع من السخرية and jumped into the other taxi وقاموا ايه نطين في التاكسي التاني عشان يوصلهم بسرعة i always i must always think about my horse سيد جيري جيري بيقول انا لازم وحتما علي ان انا دايما افكر في الحصن بتاعي a pound won't help if it makes my horse too tired to take other passengers for the rest of the day يعني هنا بيقول ان ان الجنز يادة دوت مش هينفعني ولا يساعدني خالص لو حصان يتعب اه في اغز الركاب دول لأه للاماكن بتاعتهم طبعا مش هيكفي يعني 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 طول اليوم بعد كده الحصان هيبقى تعبان وهيبقى مرهق فانا مش عايز اتعبه جيري جيري اه was a very good driver و and with a light pull of the reins he drove me he drove me carefully among the carriages horses people and taxis that filled the streets some going one way some some the other i always felt safe because i trusted jerry ايه معنى الكلام ده هنا يا جماعة بلاك بيت بيقول بلاك بيت بيقول ان جيري كان صائق قويس جدا للعربة يعني يعني مريحه يعني في القيادة اه and with a light pull of the reins وكان بيمسك يعني وبيجر اللجام بحنية كده بالراحة اه طبعا اثناء القيادة اللي اه يعني اثناء قيادته اللي العربة وانا وياه في الشوارع بتاعة لندن ما بين العربات والخيول والناس والتاكسيات اللي في الشوارع طبعا اه بقى العربيات كان جاء النحية دي وبقى العربيات يعني جاء النحية التانية طبعا هنا بلاك يوتيوب يحكي المشهد بالتفصيل اي اولوز فالت سيف انا كنت دايما بحس بي الامان لان انا وصقتي فيه جيري هنا بقى ايه بلاك بيوتيوب 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 في حال سائق التاكسي في الظروف الصعبة بتاعة المعيشة فبيقولي ان الان اللي اجازات ما كانتش شائعة بالنسبة لهم اه يعني نادر اوي اوي ان هم ياخدوا اجازة بل بالكات كمان هم ياخدوا اجازة ما بياخدوش اجازات ليه لان طبعا عايزين اه ياكلوا ايش طبعا وعايزين اه فلوس عشان الحياة الصعبة اللي هم فيها الكثير من سائقي العربات الأجرة ما كانوش بيملكوا الخيول بتاعتها كانوا بيستأجروها يعني دا كان معناه ان هم كان لازم يشتغلوا ساعات طويلة بدون راحة عشان يحصلوا على فلوس كافية المال الكافي طبعا واحد مأجر حسان عشان يجر العربة فلازم تيشتغل ليه انهارة عشان الحياة الصعبة اللي هو فيها وعشان يسد حتى تمن اجرة الحسان اللي هو مستأجار البعض منهم ما كانش زي جيري كده في طيبته طبعا البعض منهم ما كانش يعني بيحرص على صحة ورفاهية وحياة الحسان اللي هو مستأجاره دوت بعكس طبعا جيري كان مهتم جدا بالخيول بتاعته وبصحيتها وهكذا انا حسيت بالاسف كده يعني عنده شعور بالاسف يعني على كل من الخيول والسائقين بتاعهم وكده جمعا نكون خلصنا الشرح بتاع بارت وان من الفصل الخامس ويتبكرنا دلوقتي لكريتكال تينكين كواتشنز صفحة رقم تلتمية تلاتة واربعين واول سؤال بيقول لي ايه يعني في اعتقدك انت ازاي الحياة كانت بالنسبة للخيول او الحصان اللي بيجور السيارات لاغرة في لندن في هذا الوقت يعني الحياة كانت عاملة ايه طبعا الحياة زي ما احنا شفنا كده حياة كانت صعبة طبعا في وسط لندن اللي هي المزدحمة والمقتزة بالسكان وهكذا طبعا it was a hard life كانت حياة صعبة لان لندن كانت كراودة اوي زحمة اوي والسياقين طبعا كان حتما عليهم ولازم ان هما يشتغلوا ساعات طويلة والذاوت خلديز بدون اجازات او عطلات صفحة 344 السؤال التاني بيقول ازاي احنا نعرف ان جيري كان بيهتم بالخيول بتاعته طبعا يا جماعة من خلال الطعام الكويس اللي هو كان بيديه للهورسز والمية العزبة اللي كان بيديه لهم برد he does not take the passengers quickly to the station because he always thinks about his horses او هنا جماعة المواقف دوت اللي بيبين قدي ان هو كان مهتم بالخيول بتاعته ومش عايز يرهقها he doesn't take the passengers quickly ما اخدش اللي هو الركاب اللي هما الشباب يعني اللي كانوا عايزين يروحوا المحطة because he always thinks about his horses ده طبعا من المنطلق ان هو بيفقر وبيعتني بالخيول بتاعته ممكن نقول برضو he does not want his horses to be tired هو مش عاوز مش حابب ان الخيول بتاعته تبقى tired مرهقة وتعبانة السؤال ثلاثة how easy do you think it was for people to travel around London at that time في اعتقادك ايه ماذا سهولة التنقل بالنسبة للناس في لندن في هذا الوقت طبعا it was probably quite difficult كان يعني ايه من محتمل ان كانت فيها صعوبة because there were no cars ما كانتش فيه سيارات في هذا الوقت trains ولا كطارات or buses ولا اوتوبيسات only wealthy people الناس الاغنية بس هما اللي ايه could take a taxi هما اللي كانوا يقدروا ياخدوا taxi or carriage او عربة because they were expensive لان كان في هذا الوقت العربات ديت وتعسائل ديت كانت ايه غالية رقم اربعة why do you think that one of the taxi drivers says to jury that black beauty is too handsome to pull a taxi when he sees black beauty for the first time معنى السؤال يا جماعة في تقوادك ليه قال احد السائقين لجيري ان black beauty كان وسيم اوي اوي على انه يجرى عربية اجرى عند مرأة black beauty الاول مرة ده يدل على ايه طبعا as he can see that black beauty is strong healthy horse ده كده استنباط يعني ان ديت سابن هو شايف ان black beauty ما شاء الله عليه كان بصحة كويسة يعني السؤال الخامس do you think that people were always happy to have jury as a taxi driver why why not هل في اعتقادك ان الناس كانوا دايما سعده مع السائق مع السواء اللي هو جيري كسائق اجرى وليه طبعا وليه لا يعني يعني هل هو ما كانوا بيرتحوا اياه طبعا احنا ممكن نقول لا الناس اصلا الركاب ما كانوش بيرتحوا اياه لانه كان ايه اهم حاجة عنده صحة الخيول بتاعته no because he was not popular with everyone ما كانش طبعا ايه يعني معروف لذا الجميع because he didn't always do what people asked him to do لانه ما كانش بينفز الناس الركاب يعني طلباتهم رقم ستة why do you think the jury took captain to work on black beauty's first morning in London ليه في اعتقادك جيري اخد captain عشان يشتغل في صباح اول يوم مع black beauty في لندن يعني ليه خضر حسنين مع بعض يعني في اول يوم طبعا دوت علشان يعني black beauty يعني عشان black beauty ما يجدش اي صعوبات في اول يوم يعني i think he didn't want black beauty اعتقد انه هو ما كانش عايز black beauty to have a difficult first day انه يجد صعوبات في اول يوم له في العمل مع جيري باركر بكده يا جماعة نكون فضل الله سبحانه وتعالى خلصنا part one من الفصل الخامس الفيديو القدم ان شاء الله نلتقي مع part two اه اتمنى ان كنتوا كنتوا استفدتوا من الفيديو ياريت يا جماعة ما ننساش اللايك والشير والاشراك في القناة لما يكوناش اشتاقنا وياريت نفعل الجرس جرس نبهات عشان يصلكم مننا ان شاء الله كل جديد خاصة بالفيديوهات التعليمية بتاعتنا والفيديوهات الخاصة باخر اخبار التعليم اه دعائي دايما لله سحونا وتعالى عليكم النجاح والتوفيق والسداد والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته